اشتركوا في القناة واكد مصدر عسكري أن قوات دفاع شبو والعمل قد حرت المجامع المتبردة تابعة لتنظيم الاخوان الارهابي من بلدة تعضى على الخط الدولي في جردان بعد جبكة محدودة التقى محافظ شبو عوض من الوزير العولقي مدير عام القطاع رابع نفطي محسن صالح لمناقشة بيئة الاستثمار والحلول اللازمة لتهيئة الأجواء أمام الشركات والقطاعات الاقتصادية لتنفيذ المشاريع التنموية في المحافظة أكد المحافظة على عودة الاستقرار والسكينة العامة إلى المحافظة وتوفر المناخ الملائم للعمل لسيما في القطاعات النفطية ووجه العولقي بتدريل كل الصعوبات التي تواجهها الشركات الاستثمارية بما يساهم في تنمية ورفض الاقتصاد الوطني وتأمين المناطق والمنشاة النفطية وأنبو بيء النفط والغاز ومجابهة أي عناصر تخريبيتين أو إرهابية كشف رئيس الانتحاد العالمي للجاليات اليمنية هياف خالد ربيع عن محاولات يجريها حزب الأصلاح تهدف لأحداث انقسام في الجاليات اليمنية وخلق فتنتين بين أبنائها وقل ربيع في بلاغ صحفي نائب وزير شؤون المغتربين محمد العديل وجه بعض السفارات اليمنية في الخارج بإنشاء جاليات جديدة وتجاهل وجود جاليات قائمة منذ سنوات وأوضح أن العديل وهو أحد قيادات حزب الأصلاح يرفض الاعتراف بالجاليات اليابنية لأسباب حزبية قل المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ إن الأطراف التزمت بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر المقبل وأوضح جروندبرغ خلال إحاطتي التي قدمها في جلسة مجلس الأمن الدولي لشأن اليمن أن الاتفاق الموسع سيشمل عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحصين الحياة اليومية لرجال ونساء اليمن كما أشار إلى أن فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى لا يزال في طلعة جهوده نهاية هذا المجهز إلى اللقاء